أكد رئيس بجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة العمل على تنفيذ خطة تطوير التعليم التي تتبنها الدولة وما يتضمنه ذلك من استكمال تطوير المناهج التعليمية التي شهدت الفترة الماضية بدأ تنفيذ خطواتها الأولية وأشار مدبولي إلى جهود الحكومة في التوسع في إقامة المزيد من مدارس النيل وكذلك المدارس اليابانية تعظيما للاستفادة مما أفرزته تلك التجارب من نجاحات ملموسة جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي قبل قليل بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفي الوقت نفسه أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف التعليم الفني وبحرصها الشديد على بدل المزيد من الجهد لتطويره والنهود بمستوى الخريجين بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل بما يدعم قطاع الصناعة في مصر باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري اشتركوا في القناة